نحو جيل أكثر وعيا بحقوقه وواجباته الانتخابية انطلقت اليوم الجولة التعريفية والتي تنفذها اللجنة التنفيذية لانتخابات 2022 والتي تتولى تعريف النشء بتفاصيل العملية الانتخابية ودورها في رسم مستقبل مملكة البحرين هذه الجولة التدريبية هي عبارة عن محاكال العملية الانتخابية التي يتم تقديمها لطلبة المدارس الحكومية بمختلف المراحل التعليمية بأسلوب سهل وبسيط يحاكي الواقع الانتخابي انطلقت الجولة التعريفية لطلبة المدارس والتي تسعى إلى تعزيز وعي الطلبة بأهمية الانتخابات وأثرها الإيجابي على مستقبل البحرين وتشجيعهم على المشاركة في العملية الانتخابية في المستقبل جزء من حملاتنا الإعلامية للانتخابات عندنا فعالية تثقيفية تستهدف الفئات المختلفة في المدارس حاولنا أن نحن نوصل ثقافة انتخابية بشكل سلس ومبسط يتناسب مع هذه الفئات على أساس أن نحن نوصل رسالة لهم من وهم صغار بأن المشاركة واجب وطني وبأن تطلعاتنا وأحلامنا وأمانينا هي عن طريق اختيار من يمثلنا وعن طريق المشاركة والتفاعل الإيجابي في ظل جهود لجنة التنفيذية للانتخابات لنشر الوعي الثقافي التقيننا اليوم بمجموعة من الأطفال في مدرسة عقبة بالنافع وشرحنا لهم مكونات العملية الانتخابية وسوينا لهم تطبيق عملي إلى هذه التجربة بهدف زعر الوعي الثقافي والانتخابي في هذا الجيل لأهمية هذه الثقافة عندهم أنشطة متنوعة تتماشى مع مختلف المستويات العمرية للطلبة حيث تم تقديمها بأسلوب سلس ليعيش الطلاب أجواء الانتخابات وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة والتي تم تنفيذها خلال حصة المواطنة في المدرسة حيث تم تقديم مشهد تمثيلي للواقع الانتخابي مذ مرحلة الترشيح وحتى لحظة التصويت ليتعرف الطلبة والطالبات على تفاصيل هذا العرس الديمقراطي كانت مبادرة طيبة في زيارة اللجنة التنفيذية للانتخابات لمدرستنا عيننا لهم وحددنا لهم صف الثالث الابتدائي جرت توعية عن الانتخابات بما كان له أثر جيد لتوعية الطالبات لتحمل المسؤولية والانتخابات الوطنية التي طبعا شرعت من قبل جلالة الملك المعظم وعلى وعلى التوعية التي تم توعية طالباتنا هناك حصص المواطنة اليوم زارونا اللجنة التنفيذية للانتخابات واشرحوا لنا واحد أشياء واستفادنا واحد أشياء منهم إن شاء الله لكبارنا في المستقبل نشارك في الانتخابات الوطنية من أجل البحرين هذه الورشة المصغرة قدمت للطلبة تصورا عاما لمراحل العملية الانتخابية وأهميتها وكيفية المشاركة فيها وأثرها الإيجابي على كافة مناحي الحياة في مملكة البحرين برنامج متكامل يحاكي العملية الانتخابية من خلال العمل على تعريف طلبة المدارس بتفاصيل هذا العرس الديمقراطي وتأتي هذه الورشة التدريبية لمختلف المراحل التعليمية لإيجاد جيل جديد يتمتع بوعي كامل بأهمية العملية الانتخابية ودورها في رسم مستقبلهم ليكون مشرق ومتكامل خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين